قال لي أن الملحد له الحق بأن يقول ما يشاء هذا القول يبدو يحمل نوايا سليمة ولكنه في الحقيقة ليس كذلك فكرة أن يقول أحد ما أن النجار له الحق أن يقول ما يشاء أو الطفل له الحق أن يقول ما يشاء أو الرجل أو المرأة لها حق أن تقول ما تشاء هذا التخصيص وهذا التقسيم هو تقسيم في كل الأحوال عنصري والناطق به هو شخص يعتبر نفسه أعلى من الآخرين وله الحق بتصنيف الآخرين على مزاجه وبعد ذلك من تم توزيع حقوق الآخرين بالطريقة التي يراها مناسبة فعندما يقول أحدهم أن الملحد له الحق أن يقول ما يشاء فهذا لا يعني أنه أجاز له أن يقول أولا وثانيا أنه صنف هذا الآخر بطريقته فأن يقول أنه الحق الملحد له الحق أن يقول ما يشاء مساون مساون تقريبا إلى القول بأن الملحد ليس له الحق بأن يقول ما يشاء فهذا اللعبة يجيدها خاصة الأناس الذين يتطرفون في أفكارهم ويرون أنهم يقفون على طريق الحق وأن هذا الحق هو يقف إلى جانبهم في كل حال من الأحوال لماذا؟ السؤال هو المهم لماذا هؤلاء يفكرون بهذه الطريقة؟ السبب هو أنهم لا يرغبون في وجود أي منافس لهم يعتبرون أن ما هم عليه هو بطريقة أو بخرة هو أفضل الطريقة للتوحد فيما بينهم أو أفضل الطريقة للحضور في هذا العالم والتشخص أو التشخص بطريقة متميزة ترفض الآخر وعندما ترفض الآخر بالتالي أنت تحقق ذاتك أو ذاتك الجمعية بمعنى أوسع هذا الكلام ضروري جدا لكي نفهم ونحدد ونفرز العبارات والمعاني والمهم لدينا دائما هو أن نفهم المفاهيم المفاهيم أتت من كلمة الفهم وهي بالإنجليزية لها معاني كثيرة ومختلفة وهو مسألة المفاهيم مسألة أساسية لا يمكن الإنسان أن يفكر بدون وجود مفاهيم ممكن أن يفكر بوجود كلمات وهذا نرجع للمسألة اللغة تسبق الفكر أمن الفكر يسبق اللغة أو أنهما يتحدان معا فهذه المسألة هي مهمة جدا لأننا لا نستطيع أن نفكر ولا نستطيع أن نطرح آراء أو نقول بهذا العبارة قالها أحد الأصدقاء أو المتابعين في القناة أن يقول شيئا فلابد أن تستعمل عبارات خاصة أو مفاهيم خاصة لتعبير عن ما فيك من أفكار ومواقف وتصورات وهذا كله لا يمكن هذا كله إلى علاقة بالفعل فأنت عندما تفكر بالشيء وتقول هذا كذا أو هذا شيء يستحق الأكل مثلا فبالتالي أنت تتحرض على فعل ما والجميع سيذهبون إلى ذلك المكان ويتناولون هذا الشيء عندما تقول هذا الشيء سيء ولا تقتربه منه فأنت بالتالي ما تقوله سيؤدي إلى عدم الذهاب إلى ذلك المكان ومفردة سيء هي مفهوم بالضرورة لأن عندما أقول سيء فالكل يستحضر في ذهنية معنى كلمة السيء فمجموعة من الأشياء ستنتظم في داخل عبارة السيء فالمفهوم هو بالتالي أكبر من الكلمة والكلمة مثلا الشجرة هي شجرة بها لا تحتمل أشياء كثيرة بداخلها لكن عندما أقول سيء فهذا السيء يعني الكثير فعندما يقول هذا الشخص الملحد أو المرأة مثلا فهذا يتضمن الكثير من المفاهيم فالمرأة ليست الأنثى عندما تقول هذه أنثى المرأة مفهوم جندري له كثير من الاعتبارات والمضامين الدينية والاجتماعية والسيسولوجية بشكل عام التي تحمل على هذا المفهوم الكثير من المعاني وبالتالي السلوكيات القول بأن الملحد هو له الحق أن يقول ما يشاء هو أيضا له علاقة بمسألة أساسية أخرى وهي أن هذا الشخص الذي يتحدث بهذه الطريقة هو يفرز الآخرين بالطريقة التي يراها مناسبة وهذا أيضا اعتداء على حرية الآخرين في أن يقولوا وأن يكونوا ما يشاءون أنت لا حق لك بأن تقول أن هذا ملحد أو ذاك غير ملحد أو هذا مؤمن عندما تقول هذا ملحد فبالضرورة ربما يكون مؤمنا مؤمنا بدين معين فبالمناسبة الملحد بالنسبة للجان القديمة أو بالأسور القديمة هو الشخص الذي لا يؤمن بدينك فبالتالي حتى لو كان يؤمن بدين آخر فهو بالنسبة له ملحد فبالتالي عندما تحدث هذه الصفة أنت بالضرورة تنسب نفسك إلى فئة أو إلى جماعة لا تقبل التفاعل مع الآخرين هذه الصفة أو تقول أن هذا مؤمن أو حتى الملحد عندما يقول إلى شخص هذا مؤمن فهو بمعنى المعاني يفصل نفسه عن الآخر وهذا يؤدي بنتيجة لانقسام اجتماعي حاد جدا بين فئتين إذا كانوا على مستوى أفراد فرح يصير انقسام فيما بينهما وهذا لا يشكل بعد ذلك النظام الاجتماعي النظام الاجتماعي لا يتشكل بهذه الطريقة فالمجتمعات خاصة عندما تفرز الأمور بهذه الطريقة هذا معنى احتراب كبير ومعناها أيضا أن الانشغال الأكبر داخل هذه الجماعات أو المجتمعات هو في تحديد المواصفات هذا ملحد هذا ذلك مؤمن هذا فنان مثلا أو هذه مرأة فعندما وهذا رجل وهذا كافر وهذا أجنبي لكن هذه التسميات الكثيرة هي التي تشخص بالنتيجة الجماعة البشرية أو الدولة أو النظام الذي يعيش تعيش عليه جماعة محددة هذا هو الذي يفرز بعد ذلك قيمة هذه الجماعة يعني ما تنتجه هذه الجماعة فمجتمع يفرز من يسميهم ملحدين أو يطرد من يسميهم مثلا الفنانين أو رسامين أو يطرد من يسميهم موسيقيين أو يطرد من يسميهم مثلا علماء أو باحثين هؤلاء يقول لك هذولا كفر وملحدين هؤلاء كلهم فئة واحدة وكلهم يجب طردهم من منطقتنا مثلا فبالتالي هؤلاء يبقون داخل هذا المكان وهذا راح ينتج مجتمع أو جماعة بالتعبير الأدق جماعة ستقوم بأفعال محددة وستنتج شيئا ما ما هو الذي ستنتجه سيتم بعد ذلك تقييم هذا المنتج فعندما ننتج مجموعة تعتبر نفسها مؤمنة وطاردة لكل شيء يتعارض مع إيمانها ومع مبادئها وبغض النظر عن رأينا بهذا الموضوع علينا أن نرى المنتج الذي أفرزته هذه الجماعة ما الذي أفرزته يا جماعة نجد نذهب إلى أفغانستان نجد أنها تحاول أن تطرد كل شيء يتعارض مع إيمانها ولا أحد القرارات الأخيرة نحن نضرب طالبان كمثال القرارات الأخيرة بمن النساء من الدراسة والذهاب إلى المدارس من سن التاسع يمكن فما فوق يعني لا يوجد أي دراسة على جميع المستويات المتوسطة والعدادية والجامعية هذا قرار وأعتقد صار أكثر من سنة سنتين لا توجد دراسة والنساء قررنا في بيوتكنا فانتهى الموضوع بالنسبة لهم وهذه مرأة المرأة يجب أن تكون منقبة ويجب أن تتحجب بطريقة ممتازة وسبب القرار هو خروض شعرة بعض النساء لم يلتزموا بالحجاب الذي ترغب به طالبان وهذا سبب المينع الدراسة على ملايين الأوانيات لا أناقش مسألة المرأة وإنما أناقش أن هذا المجتمع الطالباني أنتج شيئا محددا هو هذا المجتمع الذي يعتبر بالمقارنة مع الجماعات الأخرى أو المجتمعات والدول الأخرى متخلفا جدا وليس المعنى المتخلف سيء إنما معنى أنه لا يقدم شيء مفيد للجماعة التي تنتمي إليه صحيحهم ومتضامنون فيما بينهم مقتنعون ببعضهم البعض لكن بالنتيجة النهاية ما هي الحصيلة ما هي الثمار يعني يقول لك أنت من ثمارهم تعرفونه فهذا عندما نقارن الثمار التي تنتجها جماعة مثل طالبان وبثمار التي تنتجها مثلا الدولة مثل هورندا مثل السويد مثل حتى دول صغيرة جدا مثل في دول صغيرة جدا يعني مثل قطر هي قطر اللي تدعم الطالبان نفسها شوف المنتج مالاته مختلف تماما مع الأنمية تدعمهم لماذا تدعمهم هذا السؤال آخر سياسة نحن ما ردنا نتحدث بالسياسة لكن شوف المنتج هذا منتج هم لا شيء تقريبا منتج كله تخلف وأمراض وجوع وبطالة وعطالة وظلم واستبداد وكله تحت غلاف يسمى الدين الصحيح فهذه الفكرة الأساسية التي أحبها توصلها بأنه هذا الشخص الذي يقول لك أن الملحد لو حق أن يقول ما يشاء هو مساون في المضمون لما قولت أن الملحد ليس له حق أن يقول ما يشاء وكلمة قول أيضا إرادة تحتاج بحث أيضا وهي أنك أن الإنسان عندما يقول ماذا يقول وكيف يقول وإذا قال فما هو حكم الذي يقول يعني له الحق أن يقول ما يشاء لكن هذا لا يعني أنه له الحق أن يقول وله الحق أن لا يسمح لأحد بأن يعترض على قوله هذا هو الكلام الدقيق هنا اللأبة المزوجة أولا يسميها كما قلت في البداية أنه يمنحه حقا ليس لك أنت ليس لك حق أن تمنح الآخرين أن تمنح الآخرين حق أن يقولوا شيئا الإنسان هو تعريف الإنسان ما هو حيوان ناطق يعني بتعريف أرسطر حيوان سياسي ناطق فهو الإنسان لا يكتمن إنسان لا تكتمن إنسانيته إلا عندما يقول فهذا القول يجب أن يكون نابع من داخله ومن حاجته ومن شخصيته فأنت عندما تمنحه هذا الحق هذا يعني يعني هذا هذا باطل بالكامل يعني بالمعنى الديني هذا الباطل الأكبر وأيضا عندما تمنحه الحق حتى لو منحته هذا الحق بأن يقول فهذا لا يعني أنك منحته أو تركته يقول ما يشاء دون أن تعاقبه فهذا الأمر مختلف أنت تمنحه الحق بأن يقول وبعد ذلك تقول أن من يقول هكذا يستحق القتل أو الطرد أو الجلد أو وما إلى ذلك فهو مثل حتى التحجيز الديني يقول لك أن لكم دينكم وليا ديني ومن شعفا يكفر ومن شعفا يؤمن فبالنتيجة هو نفس المعنى هذا المعنى الديني هو لماذا من أين أتت هذه العبارة له لأنه هو يفكر بالطريقة نفسه من شعفا يكفر ومن شعفا يؤمن فبالتالي هذا المعنى لا يحسن الموضوع لأنه من شعفا يؤمن ومن شعفا يؤمن لا تعني أنك أنك تركت للآخرين الحرية لا بالعكس أنت تقول لك تريد تكفر وكفر لكن أنا بعد ذلك سأقتلك لأنك كفرت وسأقيم عليك الحد وأعتبرك مرتدا أو كافرا أو مشركا أو أي شيء لكن أنت من حقك أن تكفر وأنا من حقي بعد ذلك أن أقتلك فهذه المفارقة التي يلعب عليها كثير من المؤمنين ودائما هي هاي صبت المؤمن ودائما يتصيد الآخرين وأيضا هناك عندما يتحدث بهذه المنطق نفسه ومنطق لا أكره في الدين وهو منطق أيضا فيه غير صعي لأنه لا أكره في الدين قد تبين الرشد من الغير فهذه العبارة لا تعني أنه لا أكره في الدين لا أنه لا أكره في الدين فعلا أنت ممكن أن تختار الدين الذي يأجبك لكن بعد ذلك عليك أن تعرف أنه قد تبين الرشد من الغير معنى هذا شنو؟ معنى هذا أنت هناك أكره في الدين هنا القضية وهذه العبارة هي توضح أكثر المسألة لكن عموما الكثير من الحركات السياسية والإسلام السياسي ولهم جميع التوجهات الإيمانية والدينية تستثمر هذه الآية لكي تتحدث بوجهين وهذا نوع من النفاق الديني المشرعا وهذا أيضا الوحدة هو يوضح لنا مدى مصداقية الدين ومدى رصانة القيامة الدينية ومدى رصانة الإنسان المؤمن عموما شكرا جزيلا وأسفة طالع ومع السلام وهذه الحلقة هي من سجل التعليق على التعليق وأتمنى متابعة هذه الحلقة لأنها هي نقاء مباشر وأشوف بها التعليق لأي أحد وخاصة من الأصدقاء في القناة ترجمة نانسي قنقر